طيب خليني أروح لكم بعبد الله يش يعني تواجد مثلا البرقان المسحل المقرن في الاتحاد السعودي الجديد هي رغبة باستمرار أسماء كانت قديمة من قبل بعض الأصوات ولا بالفعل بأنه هذولي ناس كسبوا ثقة الوسط الرياضي والأنديع عبد الله خليني نتكلم بكل وضوح يعني أنا أفصل دائما في محطات مهمة في عملي أنا اليوم هنا محمد الشيخ الناقد أقول لك أنه من يقرأ المشهد ومن كان قريب من الحملات الانتخابية يعرف أن العمل الانتخابي ليس عمل عبثي وليس فقط شوه إعلامي هو عمل دقيق الأرقام محسوبة التحركات محسوبة خذنا يعني معارك انتخابية بامتياز سواء في الأندية أو هذه التجربة الجديدة في الانتخاب وبذلك خلني أكشف سر لأول مرة لم يفوز عادل عزت ولم يفوز الأربع التنفيذيين اللي معاه في الانتخابات اللي انتهت مؤخرا إنما فازوا الـ 11 صوت المراد لهم أن يفوزوا من أغلبية أعضاء الجمعية العمومية لم يخرج ولا واحد من الأعضاء الخمسة زائد ياسر المسحل بالإضافة إلى عادل عزت والرباع التنفيذي الـ 11 تماما فازوا لماذا فازوا للـ 11؟ فازوا لأنهم في النهاية أثبتوا أنهم خيار أعضاء الجمعية العمومية أثبتوا بأن عملهم الانتخابي كان صحيح بينما من ذهب إلى الشوه الإعلامي خسر في نهاية المطاف الأمر الآخر نأتي إلى ياسر المسحل كنائب رئيس ياسر المسحل كان الخيار الذي أجمع عليه جميع أعضاء الرابطة 14 عضو في الرابطة أجمعوا بأن ياسر المسحل هو مرشحهم وهذا مقل ما يندر هذا لا يحدث أن يكون رجل هو خيار الجميع خليني أسمع الآن صوت الدكتور حافظ المدلج اللي قال عبد الله بن مساعدة بتلع الرابطة يا أخي عبد الله بن مساعدة بتلع الرابطة وبتلع معاه الأرباط عشر نادي اسمح لي يا دكتور حافظ مش معنات أنه خسرت وضعك وجودك معنات تتشوه الصورة وين وضع الرابطة اليوم اللي كل بين يومين نسمع باجتماع للرابطة وين ديمقراطية الرابطة لما تعادلت الأصوات هل نمنح الصوت أو نعلق الصوت ستة ستة في ظل غياب كان في الاجتماع الأول نادر الخليج ونادر الفتح وأرجع التصويت إلى يوم الانتخابات وذهب خيار رابطة إلى التصويت هذا يؤكد على أن ياسر المسحل هو خيار الأرباط عشر نادي وأن ياسر المسحل هو الرقم الصعب اليوم في معادلة الكرة السعودية نعم هناك رقم صعبة ولكن هذا رجل صعب بدليل أن حتى في تكتل الدرجات الأقل في الأولى والثانية والثالثة كان ياسر المسحل هو خيارهم دليل على أنهم يحلمون بتشكيل روابط يقودها ياسر المسحل بحسب فئاتها إلى نجاح جديد هذا ياسر المسحل نجي إلى الدكتور خارد المقرن هذا الرجل الهادئ الذي نجح بأن يقود لجنة المسابقات التي كانت محل جدل حتى في فترة المرحلة الانتقالية لأستاذ أحمد عيد كانت محل جدل ومحل تندر وما أبغى أسترجع الماضي وكيف كان الكل يضرب في أحمد عيد بسبب لجنة المسابقات والتأجيل وما التأجيل وما قيل في ذلك الوقت جاء الدكتور جعلها أفضل لجنة ودليل آخر على أنه لم يكن فقط لكونك عضو أو كونك في لجنة المسابقات يمكن أن تنجح في لجنة المسابقات أحمد عيد فشل في أن ينجح في هذه الانتخابات رغم أن أحمد العقيل كان له حضور إعلامي وظهور واضح وتحركات بينما هذا الرجل الهادئ الذي يندر أن يظهر إعلاميا حقق أعلى رقم في الانتخابات الدكتور عبدالله البرقان لا يقل عنه أيضا في سباق الانتخابات معنى ذلك لا أريد أن أعيد ما قلت أنه أيضا الخيار والرقم الصعب هؤلاء الثلاثة على الأقل بالإضافة إلى الآخرين سيكونون بالفعل إضافة والأجمل في الانتخاب في الاتحاد القادم أنه سيكون اتحاد متضامن وهو ما فقده أحمد عيد في تلك الفترة أنا بس أقول فيه جملتين أنا أعرف أنه أخوي حسن عبدالقادر من أول ما ترشح أحمد عيد قال قبل 2012 كنا مع بعض قال أحمد عيد لا يصلح أن يكون رئيس الاتحاد السعودي لكرة القادم أعرف هذا الكلام وأقدر هذا الكلام يقول محمد الشيخ حربك على اتحاد أحمد عيد والله العظيم إن كنت سأقدر أستاذ أحمد عيد سأقدر تاريخه صحيح وكون الرجل وقور نعم لن نخذ حرب ضد الرجل ما في شك لن نخذ حرب ضد مشروع الرجل الآن من هنا أعلن ها انتهت الانتخابات عادل عزة ما قال من ثلاثين لستين يوم قال لأعضاء الجمعية العمومية بحضورهم لكم أن تحاسبوني من ستين إلى تسعين يوم والوعود اللي أطلقها واللي حاول البعض يشوهها البعض قال إنه وعد انتبه على كلام خطير ها قال إنه عادل عزة وعد أعضاء الجمعية العمومية بمبالغ مقطوعة تسعمائة ألف ريال من أجل يصوتون له لم تكن مبالغ مقطوعة هذا كذب كذب بواح عادل عزة وعدهم بعقود رعاية يمكن أن تصل للنادي الواحد في الدرجة الأولى إلى تسعمائة ألف ريال عقود رعاية وليست مقطوعة وهنا الفرق وعد كل الأندية التي تلعب في المسابقة ولم يعد أعضاء الجمعية لأنه في الدرجة الأولى في أندية مش في أعضاء الجمعية العمومية وهذا كذب بواح أنا من هنا أقول الآن ننتظر تسعين يوم يا دكتور عادل عزة وأول من سيبدأ الحساب صحيح نعم طيب خليني أروح لك أبو محمد يعني أحيانا إحنا ممكن نسمع رأي أحيانا نكون في انتقاد لشخصيات معينة لكن أكيد أن الأصوات والأرقام ما كانت تكذب في ترشح يعني المقرن والبرقان وحتى المسح شوف الآن خليني أجمع معه مع أبو عبد الله يعني أن أبو سلمان اللي هو ياسر المسحل حالة سيثنائية بصراحة الرجل بيقدم عمل احترافي ممتاز سواء هنا سواء في وجوده كان في الاتحاد الأسوي في رابط الدور المحترفين الاجتماعات المتتالية مع أعضاء الرابطة أمور كثيرة يعني وممكن قد يكون الرابطة دور أكبر في مرحلة قادمة في حال تم تخصيص الأندية لأنه ستكون الرابطة الأندية هي من تدير نفسها يعني في نسبة الإعلام والأقل التنزيون وكل هذا أمور هي من تدير نفسها وبالتالي هو رجل مرحلة قادمة أنا أتوقع أنه رجل مرحلة قادمة تحفظي على بقية الأسماء وذكرت عنها عبد الله البرقان طبعا متحفظ عليه بشكل كامل أعتقد أنه هيكون مصمار أول في ناحش لكن أبو محمد فسر لي يعني الأصوات اللي وصلت عبد الله البرقان لي وجوده في هذا الاتحاد هي نفس الأصوات اللي جابت الرئيسي للتحادس للعضو التحادس العيدي فترة صابقة رغبني في رجل فاشل فيها يعني في دارة لجنة الاحتراف طيب يا أبو محمد إذا هي الأندية الانتخابات الانتخاب عليش هي الانتخابات اسمها لعبة انتخابات لعبة بس من اللي يلعب الانتخابات؟ هذا هي الأندية أنا ممكن أتعامل معاك كشخص أنت أنت كشخص أتعامل معاك أنت لا تنظر مصلحة فلاديك تنظر مصلحة شخصية لك مصلحة عندي أنا أضع اسمك عارف؟ مهم هي لعبة الانتخابات ممكن أنا كمرشح كحق التصويق عضو جمعية أمينية أقول لك ممكن عشان ما تحسب عليها كلام ذلك ممكن أنا كضع عضوة جمعية أمينية أجي أنا كفلان الفلاني وقدم ذلك الأسماء أقول لك ترى أنت اشتف ممكن أنا أدعمك ممكن كدر شكل شخص لك أنت محبة لك وتقديرا وأخوة ومعزة وا 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 وحطنا بنفسني في الصندوق تأخذ سبعة ثلاثين تأخذ ثماني ثلاثين ثلاثين تأخذ أربيعين هتأخذ أكثر من كده في من خير ترى ما تضمن الناس اللي حطوا أوراقهم في صندوق ترشيحهم في صندوق الاقتراء حلو رجل مكتنع بهذا الشخص أو رجل مكتنع له في مصلحة شخصية يجب أن تنفذ من خلال مدود هذا الرجل كرئيس للاتحاد السعودي أو رئيس اللجنة أو أو ما شابه ذلك أنا بقول كتعميم بدون ذكر أسماك قد تقول فيه مشاريع شخصية وليس مصالح مصالح عامل يعني النأسخاص الباقيين مهم سيئين يعني معلاش الكابتر أو الأخ محمد الشيخ أبو عبد الله يقول يقول أنه أنه ناس جاء تبحث على الشوك وكل يختمون على ريالة السعودية ترى على الفكرة ترى اللي يبغى الشو يقدر يحصله كلهم يقدروا يحصله الشوك كان الشو أسهل شيء الآن أنك تعمل مع الشو في البرنامج بذلك أنت مكتدر وقادر وعندك خلفية وتنتمي النادي كبير تقدر يعني بعشرة في المئة من اللي بتدفعها تجيب لك شو لبكرة وتصير نجم أول وهذا كلام ما إليك فيك أبو عبد الله ما في حاج يبحث عن الشو ما في حاج يبحث عن شو لا يبحث عن أوكي ما في حاج يبحث عن شو لا لا ما بقول لك على الأسماء على الأسماء التي نفذت قد يكون الشو يحسون عليه أنا بديك أسماء بتكلم عن مين يعني مثلا كممكن من الصوت هلالي بكرة يرجع هلال ويتبرع باي مبلغ ويطلع يا حسن يا حسن شوف في اللعبة في اللعبة الانتخابات في اللعبة الرياضة نعم هناك من يبحث عن شو سواء بالدفع سواء بالحضور سواء بعلاقات لكن الأخطر يا أبو محمد لما أنت تقول في تغريدة زعلت كثير من الأندية أنه أثبت المالك بأنه الخيار الأفضل من سيرشح المالك لمصلحة الكرة الشعوبية هير هذه تيجي ضمن الحملة الانتخابية ومن لم يرشحه سيكون لمصالحه الخاصة هذا ما تنقال هذا ما تنقال لأنه محترمة والرجال أعمال محترمين وانت تعرف يا حسن لأنه أنت للأمانة أنت شخصيا مختلف عندي تماما أنا عاتبتك فيها وحتى هناك من يحبك يا حسن من رؤساء الأندية من عاتبك فيها الشوء الإعلامي موجود ما فيه ينكره في الأخير رأي يعني في الأخير ممكن اتفك معك بالتعميم ممكن اتفك معك بالتعميم كان أفرض أنه ما يكون فيه تعميم في التغريدة اتفك معك في هذه الجزية لكنه فيه موجودة موجودة ما تقدر يا عبدالله تنكر مصالح شخصية هنا اتفك معاك هنا اتفك معاك فيه مصالح شخصية ممكن التعميم يقد يكون التعميم خاطف من فكرة اللي أعممت الكل لكني أقول الأغلبية فيه مصالح شخصية تحتمت إنه إذا يترشح إذا ما يترشح طيب خليني أروح للاجتماع يوم الأربعة بالنسبة لعادل عزة وبعبدالله إيش هي أبرز الملفات اللي ممكن تكون مطروحة على الطاولة أبرز الملف هو توزيع حقائب الاتحادي على الأعضاء يعني أعتقد هذا هو أبرز ملف الاثنين الاطلاع على معالجة القضايا الخارجية بالنسبة للأندية للشباب مثلا تعتقدوا أنها راح تؤجل لا حيبدأ فيها بس للاجتماع الأول هو توزيع الحقائب الأمر الثاني عملية الاستلام والتسليم مراجعة كثير من القضايا المهمة والملحة والتي تحتاج إلى سرعة مراجعة لم يعد هناك أخطر شيء في ما حدث في الجمعية العموية الأخيرة والانتخابات الأخيرة أن تستلم وأنت في منتصف الموسم هذا ما قيل للأستاذ أحمد عيد أنه يمكن أن تقل عن أربعة أشهر فقط من فترة كل الرئاسية مقابل أن يستلم الاتحاد في نهاية الموسم بحجة يعني أو هو إيرا كذلك يعني مصلحة الوطن تقتضي أن يستمر الآن بالفعل وقت لا يسمح لعادل عزة وفريقه إلا أن يسارع الخطأ من أجل معالجة كثير ملفات لكن الملف الرئيسي هو توزيع الحقائب ومن ثم البناء عليها نعم طيب أبو محمد تعتقد أنه في قضايا ممكن تنحل خلال الأيام الجاية خصوصا قضايا التي تتعلق مع الفيفا في مسائل المالية حقوق اللاعبين شوف أحنا خلونا نكون منصفين للرجل الرجل الآن جاي في فترة يعني فعلا فترة صعبة الآن مشكلة القضايا الخارجية ترى حتى لو كان أي رئيس من الأربع يعني لو ترشح سلمان المالك صحيح بمعمر ترى هي صعبة مشكلة مشكلة خطاباته على الفيفا يعني يعني مثلا مو معناه أنه أحمد قيد كان ضعيفة قدر يحلها أو أنه عادل عزة أقوى قدر يحلها لا هي مشكلة برتبطة بالقوانين وأنظمة أنت الأنظمة وقوانين خدماتك في القضية ستحل الأنظمة وقوانين كانت ضدك سسعب يعني أمس بيان نادر الاتحاد كان بيان واضح جدا أنه خطأ إدائي من إدار نادر الاتحاد أنه الموظف المسؤول في نادر الاتحاد جاه خطاب الغرامة وحطه في الدير جراماه بعد أن نقول لك أحنا ظلمنا في الفيفا رجعونا حقوق على ثلاث لقات يعني ما يعني نتكلم بالمنطق صحيح بالمنطق أنت تطلع بيان تقول الخطأ خطأ موظف عندنا في النادي وأنه جاء الخطاب وما أنتبه له وحطه في الدرجة وما أنتبه له الخطاب بعد أن تجي تقول أحنا لنا حقوق وطالبونه تعالي عادل عزة رجع الثلاث لقات اللي أخذها الفيفا أنا كيف أرجع لك طيح